ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المكان اللي انت ساكن فيه ده بقى عم رئيس الوزراء الحقيقي يعيش هنا في المكان الملطوح ده ماهو ده المخبأ اللي بابي قاعد فيه لغاية ما الازمة تمر ويرجع تاني يعني المجلس الوزراء استنى بقى عشان بابي كاي علينا هناك اهو اهو حبيبتي حشتي بابي وانت كمان وحشتني خالص يا بابي بص شوف جايبه لك مين معايا مين ده السباك كويس لاحسن الحمام فيه مشاكل باك ايه يا بابي ده عبدو عبدو مين انا ابنك وساعدت معالي ساعديك يعني انا ابن سايد سهلال يا باشا اهل انه سهلا اهل انه سهلا انت كده بتخالف الاجراءات الامنية ازاي تعرف فيه مكان المخبأ يا بابي عبدو مفيش منه قلق وبعدين هو عارف بقى بصراحة موضوع المهمة السرية والله لا لا ما تخافش معاليك سر ساعدتك في بير وان شاء الله ابوه يزبط الأداء كده هو وساعدتك ترجع تستلم رئاسة الغزراء متشافية وعلى نظافة انت ايه اللي جابك هيلة انا 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 جاي اطلب ايد الانيسة نوارة مسكي ياما بقى مسكي والناب معايا بقى الحبل ده الله يا كريمك مسكي الحبل ده نهارك مش فايت انت وات بتعمل اه بتربط الحبل في النجفة لاه مسكي بقى الكورسي هاقع مسكي عيدل بدل معه يا واد فاهمني طيب ايه اللي مش عبطك كده انت عايز تنشر حكتك في الصالة لا انا هنتحر يا لاوي انزل يا بني الموقوسة تنتحر لي يا واد ايه اللي حصل يخليه بتتشعبط كده فوق وتنتحر الدنيا كلها سود تفقش يا امه الشغلانة اللي بحبها ايه ابوها مش موافق عليها والبيت اللي بحبها ايه ابوها مش موافق عليها يبقى لازم انتحر ابو مين يا واد اللي يرفضك عم سعيد رئيس الوزن ويفضك بتاع ايه هو يلاقي زيك الجعر ايه برضو يا امه ده مهما كان عمي وحيات امه سعيد ابن نرجس لو ما وافقش على جوازك من البيت اللي حخل ابوك يسيب الشغلانة اللي مقدر نفسه فيها وهو يعني ابويا هو اللي عمره ايه في جنبي ماه برضك هيقول لي خلص درستك الاول وبعدين تجاوز صحيح يا واد انت حتتجاوز ازاي وانت لسه ما اشتغلت ادخل واخرج معا من غير حوراها بس خلاص بقى كل البابان اتقفلت يا امه اشوفك في الجنة طب على راحتك يا عبد لا اله الا الله وانت ليه بفرطة فيها بسهولة اوي كده يا امه حتى انت يا واد تنيل على عين امك وينزل انا حخلص لك الحكاية دي بجد يا امه ولا بتثبتيني عب يا واد ده اللي زوبة في ظهره يلعى في ظهره اللي اقولنا يا عزيز باشا هو ليه لما اغزي مدير مكتبي والسكرتير وكل اللي شغالين حواليا خنشير وما اللي عاوزهم يبقوا ايه رأسات من الكاميري بتاعك؟ لا مش للدرجات ده باشا لا ليه ما هو بالمرة بقى بجملة مقترحاتك العبقرية انا باشا قصد يعني بس يعني لو في سكرتيرا كده بنوتة صغيرة كده نلاغي بعضينا في الكلام لوحد يبقى مستقنيس ومست مخمق كده ونفسيته من غير ماخزة يعني مفتوحة وهو جاي المجلس ويعوض الحرمان اللذوبة معي الشافي وبعدين تحبها وتحبك وتتجوزها من ورا امراضك ها؟ عليك نورة باشا افشتنا انت عزيز باشا اور قوي مسهل انت مسهل يا سيد الكلام ده في الافلام مش كل السكرتيرات بيجوزوا رؤساءهم في السر شوف الفرق بينك وبين سعيد به هو اللي طلب ان تقم السكرتيريا كله يبقى رجالة طول عمره فقري احترم نفسك الله انت مالخ انت اخوي عشتمه براحتي ماشي يا سيد وحيات امي اقوله اقول انا هخاف ولا هخاف يعني انا هتكل على الله بقى عايز مني حاجة؟ تتكل تروح فيين انا مش عيل لكن في اجتماع مع وزير الرأي من نهاردة هبا تات عن بالدي هات وزير الرأي يا باشا ارش معه رشتين في الكوكل كده واتكل على الله يا ريت والنبي تسمع منه وبس ما تتناقش معاه في اي حاجة ولا تقول اقتراحات ولا تطلب طلبات ممكن هحاول انا قلت مش هتقابلي الولد ده يعني مش هتقابليه فيه ايه بس يا سعيد بتزعق ليه؟ ابنتك مش عايزة تسمع الكلام يا منال انا ما عملتش حاجة يا مامي مش عايزة خليني قابل عبده الولد ده هيبوز اخلاقك يا بابي حرام عليك تعمل كده مش كيفية يعني بابا معرض نفسه للخطر علشانك؟ ولو مش عشان ابوه بيقدم لي خدمة اسيب ابنه ويبوز حياتك هي دي المشروعات اللي احنا شغالين عليها يا فنك وهيتم يفتاح اكبر محطة تحلية مياه في الشرق الاوسط كلام زنجفة عشت بس انا عندي استلحظ صغير احنا ليه مش بنفكر زي الشعب الناس اللي عايشيني اليوم بيومه الكلام اللي انت بتقوله ده ما يخرش المياه ما انت وزير راي امنان يعني بس برضك عايزين نميل على الناس اللي متضرره نشوف مين عنده المجالي طفحة ونعمل هالو مين ما دخلوش مياه ندخل هالو ولا ايه؟ والله يا فندم احنا مش تكتين احنا بنبتدي شغلنا من سبعة صباحا لحد بالليل ما بنشوفش الراحة ايه بس انت امبرح ما جيتش الساعة سبعة الصبحة ساعة الازير فعلا يا فندم كان فيه زرف اخرني واول انبرح برضو ما جيتش سبعة صباحا يا سيادة الوزير فعلا يا فندم اصل ما اصلش انا الشغل ده ما ينفعش معايا الحبل المرخي ما يشيلش غسيلة يا سيادة الوزير نشد حنا شوية لاحسن حتشوف مني وش تاني مش حتحب انك تشوفه وش بيطلع صهد ولا صهد الكنافان يا فندم استنى انت تمام يا ساعة الوزير تحت امرك يا فندم وصلتوا ليه بقى في المشكلة اللي مع اخواننا الافاركا المفاوضات شغالة يا فندم وهنتبه حضرتك بالتطورات اول باول كويس اسمع يا ساعة الوزير انا عاوزك تقعد مع وزير الثقافة وتنظمونها حفلة كبيرة اول لنجوم الغنف افريقيا الفن والمزيكة هي الحاجة الوحيدة اللي بتربط البلاد ببعديها والحفلة دي ممكن تساهل الدنيا شوية في المفاوضيات والله فكرة عظيمة يا فندم من بكرة باذن الله هنبدأ التجهيزات للحفل تموتوا في الشخلاعة والمهياصة كفاية عبدو يا ابن كفاية شرب مش كده لا لا يا عم عم بسمية مش كفاية يا شرب يا عم عم بسمية وانت خايف علي بجد عم بسمية او اللي ايه يا ابني الكولة وحشة عالعظم الكولة؟ وانا اللي عمال اشربه ده يا كولة؟ وعمل اتطوح وانساني ايه تقالي يا ابني انت حافظ بتشوفهم في الافلام بيعملوا كده بس انت مش فاهم طب خلي الرقاصة تيجي ترقصني شوية الرقاصة بتغسل السجاد مجدش النهاردة نعم ليه طب ما انا مخنوق اول عازفلك حاجة تروق دماغك لا 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 بص صيدك لا كفاية كفاية اول لانا فيه اوعى تتعب نفسك يا ابني مفيش حاجة تستهل كلنا نصيبك هيصيبك وهتقابل حبيبك وانت عمرك محبت قبل كده؟ مفيش حد محبش يا عبد وإلا ما يبقاش بني آدم بس هي اتكلت وأنا بقعت حياتي ودماغي للمزيكة بس ما تقلاش انت مشكلتك بسيطة بجد عم عب سميع؟ يعني فيه امل؟ لا تلو معنا يا ازاي السيدنا وخير بلدنا ماهوش فيه ايدنا سيد بسم الله الرحمن الرحيم فيه اوليه فيه اوليه ايه اللي معادك في الظلمة كده؟ مستني اياك ورحمة امها زوبة ما فيه حيلة في الباب حتى لو عاوزة مني اي حاجة اجليها ليوم تاني اعمالي معروف مش عايزة حاجة ليه انا يا خويا امان لي مين؟ اقعد يا سيدة ما اقولك وبلاش تتعب قلبي وادي قاعدة سعيد اخوك اللي انت رايح تاخد الضربة مكانه كراش ابنك عبده من بيته وقال له ما تقربش من بيتي تاني وهو ايه اللي ود عبده بيت سعيد وما له هو بنورة بيته اه طابعاً ماهو انت قاعدتك في الشجنانة الجديدة نستك بيتك وابنك ابنك يا خويا بيحب بنورة بيت اخوك وعايز يشبكها طب دي حاجة سكر اللي وزع الاخر وحيات المحبود يكمل دراسته ويشتغل ونجوزها له ما انتش عارف الخيبة ماهوك قفل الباب في وشه وقال له ما تقربش منها تاني قال ايه احنا مش من مستواهم وعبده هيبوز اخلاق البيت اسم الله هو سعيد ده مش هيتغير ابداً طب سعيد واللي زع الابني مايكيش يحسبني زاك ما علي رئيس الوزر مين؟ سيد سهلالة؟ سهلالة